تمام. مفيش مشكلة. اه كده حضرتك شايف اللي انا اه مفروض فتحها. اه تمام. هنتكلم ان شاء الله النهاردة على اه من منظور يعني ايه ايه اشهر او ايه ايه اشهر الاحسائيات اللي انا ممكن اطلعها من البيج داتا والمنهج اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله منهج محترم جدا اه كانت منزلها اه شركة هواوي. حتى اللي احنا هنشتغلها منه ان شاء الله هو اللي كانت تشغال عليه شركة هواوي. عايزين بس نعرف مع بعض هو يعني ايه داتا? والبيج داتا دي مهمة بنزمنها في ايه? وليه الناس كلها دلوقتي يعني ملهاش سيرة غير لفظ بيج داتا. وليه البيج داتا مرتبطة دايما بعلم تاني اسمه يعني دايما لما نفاجأ ان الناس شغالة بيج داتا فهو بيشتغل بيج داتا وبيشتغل مع داتا سايينس اللي تم مع بعض. طب ليه الاتنين دول ايه العلاقة الوثيقة اللي بين الاتنين دولوا بعد? وليه البيج داتا دي تسمي البيج داتا? وليه الريفرنس اللي هنشتغل منه ان شاء الله اسمه وده زي ما قلت لحضراتكم اه تبع شركة هواوي. واحنا هنبدأ نشتغل على النهاردة على موديل وان اللي هو بيتكلم يعني ايه بيج داتا وايه هي العلاقة ما بين البيج داتا والاا والديتا سايينس. اه وايه هي حاجة اسمها او اللي موجودة للبيج داتا. والفرق بينها وبين حاجة اسمها البيزنس. يمكن زي ما حضراتكم اه لو حضراتكم نحستو البرزنتيشن دي كبيرة حبتين. يعني عدد صفاتها يقرب من مية وشوية ولكن في الاساس هي كلها امثلة على البيج داتا وكلها صور. فطبعا حضراتكم الصور دي انت مش مطالبة انك مش تحفظ عاجة زي كده. ولكن انا بوري لك مثال يعني بيج داتا عشان تبقى فهم ان هي فعلا حوالينا دلوقتي فكل حاجة حوالينا. عايزين بس الاتفاعل ان لفظ بيج داتا دايما لفظ بيج يعني حاجة كبيرة. فبيج داتا هما يستنفوها لانها حاجة اسمها البيانات الكبيرة. يعني يه البيانات الكبيرة يا جماعة? وليه انا اقدر اقول ان البيانات بتاعت دي انا اقدر اقول انها هي بيج داتا. هل كل بيانات موجودة عندي تعتبر بيج داتا? الاجابة لأ. لو انا جيت قلت لخضراتكم مثلا ان انا عندي داتا سات هشتعل عليها لأي برشقة هعمل في حاجة. هل الداتا سات بتاعت دي اللي مجرد ان هي كمية كبيرة شوية من البيانات فهل ده معنا انها بتتصنف على انها بيج داتا? اللي اجابة لأ. عشان اجي اقول ان انا الداتا اللي عندي هي بيج داتا فانا لازم فيه شوية خصائص كده تكون متوفرة في الداتا بتاعتي نفسها. اهم حاجة في الخصائص دي هي كمية كمبيتيشنز كبيرة اللي تتعمل عليها. فلما اجي اقول حراركم الديتا هي بيج داتا. ايه اللي خالينا اقول على الديتا بتاعت دي? هي بيج داتا. دايما ان انا بقول على الديتا بتاعت هي بيج داتا لما بيكون في عندي شوية حاجات كده معينة لازم تكون متوفرة فيها. زي ايه مسلا? زي ان الديتا دي تكون اولا حجمها كبير ثانيا كمية الكمبيتيشن او الاناليتيكس اللي 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 بتتحقق عليها كمية كبيرة جدا او ان الديتا دي نفسها تكون اشكالها مختلفة ونوعها نوع كومبلكس داتا يعني جزء منها مثلا تيكست وجزء صور وجزء آآ ليه شكل ثابت وجزء لأ يعني الداتا نفسها مش واغدة استنبى سابتة فمصعبة الامر على ان انا احللها او اصنفها او استرجعها او عم في اي حاجة. لو توفر فيها الكلام دا كله ايه بها هي في النسبة لي تعتبر بيج داتا. في ناس بيجي يقولوا لأ. عشان تيجي تقول ان الداتا دي هي بيج داتا. فانت اقول ان هي بيج داتا. بيج داتا لما يكون عندي. الداتا دي ما ينفعش احطها جوه الا ما ينفعش احطها جوه الميمري مرة واحدة. يعني ما ينفعش اخد البيانات دي كلها كده واروح احطها جوه الرمات. وتبقى في الحالة دي هي بيج داتا. ما ينفعش. طب البتاعتي دي ما ينفعش تحط جوه الرمات وتبقى بيج داتا. يبقى انا هبدأ اخترع لها طريقة هخترع لها اسطوب هشوف تولز تامية قادرة استخدمها يبقى في الحالة دي هي قادرة اقول ان هي بيك داتا يبقى دايما البيك داتا هي مجموعة من البيانات الكبيرة بيتوفر فيها شوية مواصفات ايه هي شوية المواصفات؟ اولا حجمها كبير جدا ثانيا شكلها وتوزعها شكل هريب ثالثا الداتا نفسها متنوعة بشكل مختلف كمان الداتا بتاعت دي حجمها كبير لدرجة انها ما يمتعش تدخل فيه الرمات او تدخل فيه الميموري بنفس الوقت رابعا وده الاهم بقى ان الداتا دي بتحتاج نوعية مختلفة من الاناليتيكس يعني محتاجة نوعيات مختلفة من الاحصائيات اللي اقدر اخرج منها معلومة لفيلم هو ده لفظ او تعريف لكلمة بيك داتا غير كده كل التعريفات اللي بتطلع للبيك داتا هي بتبقى تعريفات اه صغير اي داتا محتاجة مني بشكل معين للداتا نفسها اي داتا محتاجة مني تولز جديدة اي داتا محتاجة مني اناليتيكال ميسز جديدة اي داتا محتاجة مني اشتغل شغل بتوع داتا ساينس هي بالنسبة لي بتصنف على انها بيك داتا تعالوا نشوف بقى اي هي خصائص البيك داتا في العموم فلما بتكلم على خصائص البيك داتا في العموم الرسمة اللي قدام لديهم كان اكتر حاجة بتوضح لك الفرق ما بين اللي كان حاصل السنة 2009 وكمية البيانات اللي كانت موجودة سنة 2009 وازاي ان كمية البيانات دي بدأ يحصل لها زي تدخم بشكل كبير جدا وحجمها لما بقت سنة 2020 طيب لما بدي اقول لكم يا جماعة ان البيك داتا بتاعتي اهم خصائصها ايه فاولة خصائية موجودة عندنا هي يعني حجم البيانات نفسها حجم البيانات نفسها البيانات بتاعتي حجمها قد ايه في سنة 2009 كانت الناس بتقول ان حجم كمية البيانات اللي موجودة على الانترنت هي بوينت ايت زيتا بايت لكن في سنة عشرين اثنين وعشرين الداتا بتاعتي بقى حجمها س، سي بوينت فايف سيرتي فايف بوينت تو زيتا بايت يعني معنى كده ان كمية البيانات بتاعتي حجمها تضاعف بشكل كبير او هو الزيتا دي يعني ايه الزيتا دي يعني عشرة قص واحد وعشرين. يعني احنا بنتكلم على ان في سنة الفين وتسعة كانت كمية الداتا اللي موجودة هي تمانية من عشرة في عشرة قص واحد وعشرين. انما في الوضع الحالي او في التوقيت اللي هو سنة عشرين عشرين كانت كمية الداتا اللي موجودة على شبكة زي شبكة الانترنت هي كانت بتساوي خمسة وتلاتين او في عشرة قص واحد وعشرين. يعني كمية البيانات دي كتيرة فوق ما اي حد فينا ممكن يتخيلها. طبعا ده بيخليها تتصنف على انها بيجداتها. بس كده لأ. عندي سبب تاني من الاسباب لاتخليها تتصنف على انها بيجداتها الا وهي. يعني ايه الكمبليكسي بياتها يا جماعة? يعني كمية اللي هي عوزانة. لو ما جاقول ان انا عندي شوية بيانات وهشغلها على الجهاز للاكتوب بتاعي. تمام ما هتشتغل. لكن لما جاقول لك ان انا عندي تلاتة مثلا او اتنين زيتا بيت. وعايز اشغالهم. لأ سعر. ما فيش لاب ممكن يستحمل حاجة زي كده اصلا. يبقى معنى كده ان كمية اللي بتحصل على بتاعي فهو دوت اللي بيخلينا اصلنا في الداتا بتاعت دي هل هي بتعتبر داتا ولا بتعتبر داتا عادية. عندي علمي كمان من ضمن العلوم اللي نازل يا جماعة اسمه يعني مش بس داتا في عندي كمان حاجة اسمه كمان عندي كمان بتاعي. يعني ايه بتاعي يعني الشكل بتاع البيانات بتاعتي. لان الشكل بتاع البيانات بتاعتي بيختلف. وشكل البيانات بتاعتي لو اختلفت يبقى البيانات دي مش وقدة شكل سابت. يبقى هي ممكن تتصنف على انها بيج داتا في حالة انها واخدة اكتر من من زي اللي هنتكلم عليهم بعد الحصول. دايما لما نجي نتكلم على بيج داتا الجزء الاولاني ده جزء نظري جدا جدا جدا. آآ وكلهم قدر نقول كده باختصار انه هو جزء راغي اوي 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 اوي. يعني ايه داتا وايه اللي بيحصل عليها? واشهر الامثلة اللي موجودة عليها? وانواع الداتا دي ايه? تعالوا نبص يعني ايه داتا ستركشور. لان ما بايك اتكلم على البيج داتا كاركتوريستيكس واهم حاجة من حاجاتها هي البيج داتا ستركشور فانا عندي اربع انواع للداتا. الداتا بتاعتي بتبقى واخدة اربع اشكال مختلفين عن بعض. طيب الاربع اشكال مختلفين عن بعض دول ممكن يتصادف محضرتك ان الداتا بتاعتك تبقى شكلها ممكن تبقى سمي ممكن تبقى ممكن تبقى وممكن تبقى يبقى تبقى وطيب وطيب طيب هل ممكن يصادفني في اني يبقى عندي نوعين من دون ممكن يصادفني ان انا الداتا بتاعتي تكون اا واخدة اكتر من شكل من الاشكال الموجودين قدامك. طب تعالوا نفهم بس يعني ايه الاربع انواع بول. وعشان ابدأ اتكلم حضرتك على اول نوع من انواع الداة في الداة عندي نوع الاولاني كان اسمه ومعنى يعني الداة بتاعتك واحدة شكل منظم. واحدة شكل منظم. زي مسلا ان يكون عندك داتا ست في شكلة حاجة زي مسلا فايل. فكل حاجة معروف مكانها كل حاجة معروف الطايت بتاعها كل حاجة معروف قيمتها الرنج بتاعها من كامل ودي اشهر مسال من امثلة اللي احنا ممكن نكون بنشتغل عليها وان كانت هي اقل نوع من انواع البيانات الموجودة على شبكة الانترنت في الوقت الحالي. يبقى دايما يا جماعة يبقى يا جماعة باختصار داتا هو اول نوع آآ من انواع البيانات وبيتكون اقلهم من حيث التواجد عشان كده هي على رأس الهرم لو حضركم مركزين. ودي موجودة في اي بيانات احصائية ممكن تكون انت بتاخدها وتشتغل عليها من اي مكان او اي داتاستات ممكن تشتغل عليها من اي مكان. عندك الداتا بتتخذتك ممكن تبقى سيمي ستركشورد. والسيمي ستركشورد هي داتا زي اللي بتبقى موجودة مثلا في الاكسي اما قلب. يعني ندر نقول ان هي مش واخدة شكل ثابت ولكن ممكن يتم تحولها بمنطقة سهولة للشكل السابت بتاع الداتا الاستركشورد. يعني ايه? يعني انا لما باجي اكتب مثلا حاجة على اكس ام ال او حاجة على ات تي ام ال حط. دايما بيبقى معروف ان انا بيبقى فيه عندي تاج وبتبقى الداتا بتاعتي ما بين التاج ما بين فتحة التاج وقفلت التاج. فانا لو حبيت احاول الداتا دي لشكل استركشورد او شكل لهيكل ثابت سهلا. باجي اشوف بداية التاج في نهاية التكفي انواشيه للاتنين وتاخد القوز اللي في النص دا وتتحولها لشكل استركشورد. وعشان كده هو نوع من انواع البيانات المتوفرة او متوفرة كتير جدا جدا على شبكة الانترنت. وبتتمثل غالبا غالبا في صفحات الاكس امالي. صعبة شوية في التعامل معها مقارنة ام بالقبلها ولكن هي لسه بيانات وتقدر ان انت تتحولها لشكل سهل انك تشتغل عليها. عندي كمان نوع من انواع البيانات اسمه دوت هو عبارة عن نوع من انواع البيانات واللي بيكون فيها البيانات بتاعتي واخدى شكل اه يعني خليط اكتر. يعني انا رايحة في سكة عدم الترتيب بشكل اي شكل من اشياء. زي مثلا البيانات اللي بتطلع لك في السورش بتاع اه جوجل لما بتيجي تعمل سورش على حاجة. انت البيانات بتاعتك كلها. البيانات بتاعتك كلها زهرة. بس البيانات بتاعت حضرتك اللي زهرة هي زهرة مش بشكل مرتب. وملهاش شكل ثابت. وعشان كده هيسمها اخر نوع من انواع البيانات بتاعت حضرتك هي الانستراكشور داتا. ودايما الانستراكشور داتا يا جماعة هو الدياتا اللي بتكون آآ واخدى آآ شكل ملوش فورمات محدد. زي انك تكون شغال على مجموعة من الدياتا حابة منهم تيكس وحابة منهم ايميجس. فما تقدرش تقول ان هي واخدى شكل سيوت. والانستراكشور دي هي للأسف اكتر نوع متواجد حوالينا واكتر نوع متواجد. في كل حتة معنا. زي انك تشتغل على 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 فيديوز فانت بيبقى عندك داتا انواعها مختلفة. فايلات انواعها مختلفة. كل حاجة على بعض مختلفة عن بعضها. ملاش ملاش استنبسط. ودي انواع البيانات اللي موجودة عام دينا. واللي دايما احنا واخدين بالنا كده انها كلها يرايحها بسكة انها تبقى يعني تلات تربع الداتا اللي موجودة ومتوفرة حاليا. غالبا بتبقى صور مع تاكست. يعني كلها رايحة بسكة انها يبقى انت اقول ان داتا بتاعتي هي بيج داتا. بقول انها بيج داتا في حالة انها توفر فيها الكاركتوريستيكس دي. في حالة انها واخدها مختلف. او اكتر من الموجودة قدام حضراتكم دي. في حالة ان الداتا دي بينطبق عليها كمان. زي ما قلنا الكومبيليكسية العالية جدا 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 في ومحتاجة مسلا مختلفة او محتاجة عشان هقدر اشتغل عليها. في حالة ان الداتا دي اه محتاجة عشان ينفع انها تشتغل عليها. كل ده يخليني اقول عليها انها في حالة ان الداتا دي ما ينفعش انها تدخل جوا كلها جول من نتيجة انها عبارة عن اه مجموعة من التيرابايت. في حالة ان الداتا دي محتاجة كلاستر او محتاجة في الفلوب عشان اشتغل عليه. يبقى كل ده. اه في الفلوب دي اللي هو نوع من انواع السوبر كومبيوترز. مش في الفلوب اللي موجود في التصميم منتقل. اه الفلوبس اللي في السوبر كومبيوترز دي اللي هي اجهزة ليها اه اه بروسسنج عالي او زيادة عن اللزوم. فهي متصنفة لانها نوع من انواع السوبر كومبيوترز. ماشي? اه كل ده يخلينا اقول ان اللفظ ده او ان الداتا دي هي بالنسبة لي بيج داتا. طيب في الكورس ده ان شاء الله احنا الهدف بتاعنا هو ان احنا نشوف انا لو عندي بيج داتا. فانا هتعامل مع البيج داتا دي ازاي? وايه هي الاشهر انواع اللي ممكن تعمل? يمكن في الجزء اللي جاي ده هيبقى شغلنا اكتر حوالين امثلة للبيج داتا. واشهر النجالات اللي دخلت فيها البيج داتا. وعشان ابدأ اتكلم على امثلة للبيج داتا واشهر البيانات اللي حوالينا بيج داتا جماعة. اه دايما من اشهر الامثلة اللي بتبقى موجودة في البيج داتا. بتبقى الحاجات الميديكل. وليه الحاجات الميديكل? ده نتيجة انها دايما بتبقى الدياتا بتاعتها غالبا بتبقى. يعني بيبقى عندك جزء من الدياتا جزء كبير جدا منهم صور على تاكست. وحباها كبير وما بيكونش لها شكل سابت او فورمات سابتة. وعشان تطلع حاجة منها بتحتاج كتير احبتين. فعشان كده جزء كبير جدا من الابليكيشنز اللي بتبقى ميديكل في الاساس بحاجة بتبقى تصنفها لانها بيج داتا. تعالوا نبص مع بعض على اشهر الامثلة اللي موجودة او اشهر الابليكيشنز اللي الناس ممكن تشتغل عليها في البيج داتا. ومن اشهر الامثلة بتاعت البيج داتا طبعا عندي امثلة معروفة جدا زي الهادوب وسبارك. آآ عندي والسبارك ستريمينج والستورم. كل دي امثلة كتيرة جدا وليسك يقول بس اللي احنا اللي انا عايزة الفة نظر حضراتكم لي يا جماعة هو ان دايما البيج داتا انت ممكن تشتغلها ببرامج كتيرة جدا من اول برنامج الاكسل لحد السبارك والهادوب. يعني مش معنى كده ان دايما البيج داتا محتاجة. مش دايما مش دايما البيج داتا تكون محتاجة آآ سوبر كمبيوترز عشان تشتغل عليها. لان انت بتعتمد دايما غالبا على ان انت محتاج تقسم الداتا دي وبتشتغل عليها على شكل بلوكات او على شكل اجزاء مفصلة. فده معناه انك ممكن تشتغل على جهاز عادي جدا بمسافات عادية جدا وتشتغل بتاع البيج داتا. او انك تحط الداتا بتاع تحريتك على مثلا زي اللي بيحصل في الهادوب. وتشتغل على او تشتغل على داتا بتاعتها كلها وهي موجودة على الكاود. وده اكيد طبعا علشان آآ وده علشان تاخد من الميزات اللي موجودة في السيرفر بتاع الكلاود نفس. آآ الراجل اللي موجوده قدام حضراتكم ده هو آآ يانليدا ده اللي هو كان رئيس شركة هواوي وطبعا شركة هواوي هي طبعا حضراتكم اعكيد عارفينها هي من اكبر الشركات. الراجل ده كان بيتنبأ ان احنا آآ كمية البيانات هتوصل. هو كان يتنبأ بكده آآ في سنة عشرين عشرين لاربعين زيتا بايت. وزي ما قلنا يمكن قبل بيان ما تدخل قلنا ان الزيتا هي آآ عشر قصة واحد عشرين. فطبعا ده كان من اوائل الناس اللي تنبأت ان كمية البيانات كبيرة قوي. وان وجود شبكة زي شبكة الانترنت آآ وجود بعض اللي بتعمل على شبكة زي شبكة الانترنت في الوقت الحالي آآ كل ده بيخلي الانترنت وبيخلي البيانات اللي بيتم بتداولها حجمها كبير قوي 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 قوي. وده يخلينا نقول ان معظم الدياتا اللي موجودة عندنا دلوقتي هي بتتصنف على انها آآ نفس الكلام ده آآ قالوه ناس كتير جدا جدا جدا. وكانوا آآ كلهم بيتكلموا حواليهم ان البيج داتا احنا احنا عايشين دلوقتي في عصر البيج داتا. طب ليه احنا عايشين دلوقتي في عصر البيج داتا? آآ لان هي حوالينا في كل حاجة احنا متوجزين فيها. سواء بتتكلم في ان انت عندك بيانات جاي لك من الياف ضوئية مسلا. او عندك بيانات جاي لك من اي حاجة اللي علاقة بالبيو تكنولوجي. عندك بيانات جاي لك من حاجة زي اي حاجة من وعما لا تبعط لك بيانات على مسلا عن نت او على اي حاجة. كل ده بيودينا السكة الاجتاة. وجود اتصالات وجود ان كل الاجهزة اللي بتاعتنا دلوقتي سواء موبايلات سواء آآ لابتوب سواء آآ آآ تلاجات وغسلات وحتى ميكرو ويف وتجهزات كل الكلام ده دلوقتي بقى فيه والعربيات طبعا. والسنسورز دي عمالة تبعط لك اشارات وعمالة تبعط لك كمية ضخمة جدا من البيانات بمعدل كل ثانية. انت معظم موبايلاتنا دلوقتي بيتبقى انت ماشي في ايدك الموبايل. وهو عمال يسجل معدلاتك الحراوية بمعدل كل لحزة. مش كل ثانية كمان كل لحزة. فده معناه ان انت يعني كل لحزة انت في بيان عمال موبايل بتاعك يبعته على شبك على الكلاود بتاعته آآ لو انت مساعد معك موبايل الايفون ولا حاجة في في عملك برنامج اسمه آآ اعتقد اسمه لايف ولا ايه حاجة كده آآ هو البرنامج ده هو اللي بيسجل هو المسؤول عن تسجيل كل النبضاتك الحراوية بقى وضغط الدم عدد ضربات القل بعد عدد الخطوات اللي انت مشتها آآ وهكذا في كل سانية في كل لحزة. ومع كل تغيير بيحصل فهو بيبعت التغيير دوت له الكلاود. فده معناه ان السيرفر بتاع الكلاود دوت هو عمال في كل لحزة من كل المستخدمين بقى عمال بيتلقى الاف الاشارات والاف البيانات اللي ممكن انه هو آآ بتتخسر. بس كده لأ حوالينا للأسف البيج داتا دي في كل حاجة. وللأسف دي ده معناه ان كمية المهولة اللي احنا موجودين فيها آآ فاقت كل التوقعات اللي مفروض ان احنا كنا متخيلينها اساسيا. فبقيت عندك آآ ناس كتير جدا 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 تستخدم الآآ زي ما نالستوك التقيلات حتى في السيلف. ده دلوقات عندك حتى في مصر في العربية بتاعت الكار بتاعت المبيعات دي. وبتبدأ انت اول ما بتحط المنتج هو المنتج اللي بيروح حاسب الفاتورة بتاعتك وتشيل المنتج بيروح شعي الفاتورة. آآ مجالات البنوك. آآ الترافيك واللي بيحصل من العربيات السمورت كار اللي بيتمشي في كل حتة دلوقتي في اماكن كتير جدا من العالم. آآ في السيرش واللي بيحصل وكمية السيرش المهولة للبناء قدمين بتاعتك بتدخل عليها الفيسبوك واللي بيحصل من عند الفيسبوك من كمية البيانات اللي فوق الوصف اللي بيتم تداولها في كل اللحظة. كل ده بيتصنف على انه بيجدات. زي ما انا قلت لحضراتكم في البداية يمكن تلات ترباحة دي تلات ترباحة صور. مش عايزة منها حاجة اكتر من ان انت تتخيل. هي قد ايه بيجداتة بقت في كل حاجة حوالينا. فلما نبص مثلا نلاقي ان اليوتيوب كمية الفيديوز اللي بيتم آآ مشاهدتها كل يوم بيتروح من اربعة واحد من عشرة مليون فيديو بيتم مشاهدتهم. آآ الاس ام اس بيبقى كل يوم حوالي ستاشر مليون تكست ميسج في العالم كله. آآ الفيسبوك بيبقى فيه حوالي قدر من تسعمية الف لوجن كل يوم. جوجل بيبقى فيه تلاتة ونص مليون سورش كل يوم تقريبا. يعني لو احنا بصينا على الارقام اللي موجودة قدام حضراتكم هنا. الارقام فعلا بتوضح ان فيه كلمية كبيرة جدا وكلمية ده مش في اليوم كمان ده في كل ثانية يعني. يعني الارقام اللي انا بقولها دي لمعدل كل ثانية. لمعدل كل ثانية بيبقى فيه اربعة واحد من عشرة مليون مشاهدة على جوجل. ومعدل كل ثانية فيه سعمية الف لوجن على آآ فيسبوك فيه تلاتة ونص سورش على آآ جوجل وهكزا. ده يوضح لك قد ايه كمية البيانات المهولة اللي بتتلقفها السيرفورز دي. كل لحزة. من ضمن الحاجات كمان يمكن اللي كانت البيك داتا حل نسالي جدا لها. وده يمكن موضل حصل طبعا في الصين. اللي حصل اسناء فترة كورونا. واسناء فترة كورونا كنتوا حضراتكم آآ يعني كبار بما فيك كفاية وكنت سمعين على اللي كان بيحصل في بلد زي الصين. وقد ايه هي قدرت تتخلص من المشكلة الكبيرة اللي كانت وعا فيها آآ نتيجة انها كانت بتتتبع الناس. وكانت آآ آآ مخلايا الناس تمسك آآ او تلبس حاجات سمورت مسلا ممكن او آآ آآ اي حاجة كده. وبتبدأ المعدلات الحيوية بتاعتهم ويبعت لك مسجيات يقول لك انت انا على بعد مسلا مش عارفها كم متر انت فيه جمبك حد مصاب بالكورونا. كمان بعد فترة كورونا دي حصل ان الناس بقت تستخدمها من البيوت كتير جدا. وبقت احتماد ناس كتير جدا في شغلها على آآ الانلاين وبقت البيت داتا لو احنا بصينا على واحد بيعمل حاجة مسلا فهي دينيته كلها كلنا بقت دينيتنا كلنا كلنا هي استخدام وسائل الاتصال والانترنت عشان نبعد حاجة او نستقبل حاجة. فده معناه ان كمية البيانات اللي حولينا هي فعلا فاقت كل توقعات البشر. سواء باستخدام سمارت فون سواء استخدام الاي او تي وكل اللي عملها تبعته السنسورز اللي متعلقة او السنسورز اللي تبع الاي او تي آآ كل دي تعتبر هي دي السبب في الانفجار اللي حصل وهو ده السبب الاساسي في ان احنا روحنا العصر زي عصر البيت داتا. لما نجي نتكلم حوالين ان البيت داتا وكمية استخداماتها بصوا حضراتكم على الجرافز اللي قدامكم دي وطبعا انا لما بحط لك جراف في اي حاجة غالبا بجمالكم الجراف ده من مكان معترف فيه يعني مكان في الاساس هو منوط بيه ان هو يعمل جرافز واحنا مش مطالبين ان احنا احنا مطالبين بس ان احنا نعرف قد ايه البيت داتا دي مهمة وحاولينا واحنا ايه السبب انها بقت موجودة مش اكتر بصوا مثلا في سنة آآ الفين واربعتاشر وبصوا على كمية استخدام الناس او للموبايل فونز هنلاقي ان احنا في سنة الفين واربعتاشر مثلا آآ لو قلت ان ده معدل استخدام الناس اللي هي الموبايل فونز ومعدل استخدام الناس للموبايل فونز هنا ومعدل استخدام الناس للاي او تي سنة الفين واربعتاشر ومعدل استخدام الناس للاي او تي في سنة الفين واربعتاشر هنلاقي ان بالارقام كل حاجة عملت زيت حتى وان كان معدلات الزيادة اقل من سنة لسنة الا ان ما زال في زيادة في توقفي. استخدامنا لكل حاجة ليه علاقة بالتكنولوجيا. دوت كان سبب من الاسباب الاساسية للزهور. مش بس كده يا جماعة كمان التطور اللي بيحصل في الهوردوير. ونتيجة ان احنا الهوردوير دلوقتي هو كمان شغال بالتطور والكباسة بتاعت سواء الرمات او بتاعت البروستسورز او استخدام الكلاود دلوقتي بشكل اساسي جدا جدا جدا. كل ده كان سبب من الاسباب الاساسية اللي تخلي علم زي علم البيج داتا لازم يكون زوج. طب ليه الكلام دوت يظهر يا جماعة? لان احنا دلوقتي ماشيين في سكة ان الهوردوير يكاد يكون بقى ارخص كتير جدا. واعتمدنا على استخدام الكلاود والتودز اللي موجودة في البيج داتا بقى ترخيصة مش غالية. فده بيخلي الناس تقبل على الموضوع دوت اكتر واكتر واكتر. الابليكيشنز بتاعت الايو تي والهوس اللي بقى عندي الناس دلوقتي في استخدام كل حاجة سمارت. بيجي يقول لك سمارت سيتي سمارت سيتي سمارت آآ آآ ارجيشن سمارت مش عارف آآ هوسبيتال سمارت آآ آآ لخص سمارت ده بقى للاسف ما خلي الناس عام ده حالة كده من حالات الهوس فعلا به استخدام التكنولوجيا بشكل صعب جدا جدا. فآآ الايو تي والتوسع الفضيع اللي شغال فيها يعني مش هقول لك عامل اساسي ده ده عامل رئيسي في التحول اللي بيحصل للدياتا بتاعتنا وتحويلها البيج داتا. اختصار الامش. كل اللي احنا عملين اتكلم علي ده ما هو الا داتا وشغالة تعمل داتا تانية. وكل ده يوديني في سكة طب انا داتا دي هستفد منها ازاي? ازاي الداتا دي انا هقدر ايا كانت وسيلتها ايا كانت طريقة اللي انا عملت كليكت للداتا دي بيها? ايا كان الداتا دي حجمها قد ايه? او جايا لي منين? او جايا لي بأني توقيت? انا هستفيد قد ازاي من الداتا دي? ازاي اقدر اخلي البرامج بتاعتي تخرج حاجة لها فايدة. ومش بس تليها فايدة. ده حاجة ليها معنى مهم جدا. واستفد منها وتبقى كمان تجيب لي فلوس. من الداتا دي. ازاي ما شرحنا امكن اعتقد قبل ما تدخل على طول. احنا قلنا ان دي الداتا بتاعتي ممكن تبقى شكلها داتا. وممكن تبقى الداتا بتاعتك ممكن تبقى الداتا بتاعتك ممكن تبقى وده معناه ان بغض النظر عن شكل البيانات بتاعتك كمان. انت لازم تبقى عارف ازاي الداتا دي مفروض انها انت هتتعامل معها. ومع التطور اللي حصل ومع التطور اللي حصل في ظهور حاجة زي من اول الداتا العادية لحد ما ظهرت لحد ما ظهر الحاجات الكبيرة جدا اللي هي زي الهدوب والحاجات دي كلها كل ده البيانات بتاعتنا عمالة تزيد وتزيد وتزيد. وكل شوية الداتا دي طول ما هي حاجة مع عمال بيزيد. فانت بيطلب منك انك تزيد في عدد او كمية الكمبيلكستي البروسيسنج باور المطلوبة في حجم الرمات المطلوبة في بيبقى عليك مهم جدا جدا جدا. اه لو هو ازاي انا من كمية البيانات الضخمة اللي ملاش ملاش حالة دي ازاي هقدر في كمية البيانات الضخمة قوي قوي دي ازاي هقدر استفيد منها. وعشان كده يمكن انا اه قلت لحضراتكم ان لفظ دايما بيج داتا بيرتبط بعلم تاني من العلوم اسمه الديتا ساينس. ايه بقى حكاية الديتا ساينس دي? وليه العلم بتاع البيج داتا مرتبط بالديتا ساينس? خلونا نبدأ انه نوضح بس يعني ايه ديتا ساينس? هو فرق الديتا ساينس دوته عبارة عن فرق من الفروع او من العلوم اللي هو اه مرتبط ارتباط جامد جدا جدا باستخدام الديتا ساينس بالبيج داتا. والسبب الاساسي اللي خلت الناس تجري حوالين فكرة الديتا ساينس هو ان الديتا ساينس هو اني بستخدم بعض فروع الماسيماتيكس وبعض فروع الاستاتيستيكس او الحاجات من الاخر كده الرياضيات اللي اقدر من خلالها اخرج حاجة لها قيمة من البيانات اللي موجودة عندي اقدر استفاد منها بمجرد النصر. يعني لما اجا اقول لحضراتكم حاجة مثلا زي الرسوم اللي انا هبيت ازرها لكم هنا دي بشكل كبير قوي. الرسوم اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة انتو اول ما بتبصو لها انت اوتوماتيك ليه? بتقدر تحدد ان كيمية البيانات فعلا بتزيد ولا ما بتزيدش. ودي ممكن واضحة هنا قوي من 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 عدد اللي داخلها ومتوصلة. اه كنتت بالانترنت من سنة الفين واربعة عشر لحد سنة واحد عشر. فانت لما تبص على رسمة زي دي انت قدرت بمجرد النظر انك تحس ان في فجوة او انك تاخد معلومة او انك تاخد بقية مهمة كدا ان كان في سنة الفين واربعة عشر كيمية او كيمية الديفايس اللي كونكتت بشبكة الانترنت ودخلها في المنظومة بتاع تلبيك دا تعدادها كزا. انما في سنة عشرين واحد عشرين كانت العدد او كانت كيمية الديفايس ازيت بمقدار كزا. يبقى دي معناه ان كيمية البيانات بتاعتي تضعفت بمقدار كزا. فكرة ان انا احول كيمية بيانات ضخمة موجودة عندي لشكل موسط على شكل وليكن حتى شكل جراف دا علم من علوم الديفايس او دا فرع من فرع الديفايس. فكرة اني انقب عن بيانات معينة موجودة عندي وحول البيانات بتاعتي دي او اعمل لها بحدف ان انا اخرج منها معلومة مفيدة دا فرع من فرع الديفايس. فكرة ان انا استخدم حاجة زي الماشين لورنينج تكنيكس في اني اا ادرب الموضل بتاعي او اني اعلم الماشين بتاعتي لو جالها كيس تانية في المستقبل بحاجة مختلفة ازاي تتصرف دا فرع من فرع الديفايس. عشان كده انا ما بقول لحضراتكم ان علم البيك دي اتا مرتبط ارتباط جامد قوي 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 مع الديفايس. فهو انا بقول كده ليه? انا بقول كده لان باختصار الاتنين ما بيفتركوش عن بقطة. معنى ان انا اا محتاج اتعلم بيك داتا يبقى انا محتاج كمان ان انا اعرف هو ايه اللي بيحصل في بيك داتا والفرق بينها وبين الدياتا ساينس واللي هو ما فيش قصان بينهم فقط. هو الدياتا ساينس علم من العلوم بيعتمد على الرياضيات في الاساس اللي بيخلي الدياتا دي يتم تغيير شكلها ويخرج لي منها بيانات اقدر ان انا استفاد منها. تعالنا نبص مع بعض على اه منطق معروف جدا او اه اه يعني حاجة معروفة جدا جدا. وده يعتبر برضو من احد الفصائص الاساسية لبيك داتا. اه لو هو الحاجة اسمها السري في. السري في. السري في دي هو الناس لما جات في البداية خالص تصنف البيك داتا فهما صنفوا البيك داتا على انها اه فبداية لهاظوليم كبير. وداتا لهاة اه فرايةي او لها اشكال كتيرة. فهي ستركشورد. ونستركشورد. وملتي ميديا وتكست وفيديو وامجش وواواواواوا والداتا لها اه محتاجة كتيرة او نحتاجة كمكن كمبيتيشن كتيرة. فمحتاجة سرع عالية في تنفيذها. فقالك ابه ايبه ده معناه احنا منتكلم حوالين. والسري في这ي دي هي كانت الأساسة اللي تبنت من عنده البيجدات وإن كان ظهر اعتراض وقال لك لا هو التلاتة دول مش كافيين عشان يوصفوا بيجدات التلاتة دولة مش كفاية خالص انه يقولوا يعني ايه بيجدات فرح ظهر علم تاني من علوم وقال لك هما الفايف بيس فايف بيس يعني فيا علشان هما كلهم قولوا بحرف الفي يعني هما حبوا يعملوها بشكل جذاب شوية فقال لك يبقى هو حرف الفي وكان فيه إضافتين زادوا وكان أهم الإضافتين دول هو الفيرستي والفاليو قال لك يعني انت البيانات اللي هتحصل عليها الفاليو بتاعتها بالنسبة للبيزنس بتاع حضرتك قد ايه أو ان البيانات اللي عندك دي وإن كان حتى فيها الشكوك أو أخطاء أو أي حاجة مش مصبوطة ازاي انت ممكن تحول البيانات دي لبيانات سليمة وبيانات كاملة وبيانات تقدر تعتمد عليها فسواء كانت البيانات بتاعتك او انكومبليت او امبيجوس غامضة مثلا او اي فيها اي عبن للعيوب ازاي انت ممكن رغم كل الكلام ده تحول البيانات دي لبيانات اقدر اعتمد عليها في شغل فبرضو لما بدأوا يتكلموا على البيج داتا فقالوا ان حتى البيج داتا هي كانت للأسف ما قدرتش يتوفي البيج داتا توصف وبدأ اتناس كتيرة وتتكلم حوالين ان معظم العصور الجديدة اه ومعظم يعني الفترات اللي هتبقى جاية ان شاء الله هيبقى فيها تدول كمية كبيرة جدا من البيانات وكل شخص من الاشخاص قل اي 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 اراء مثلا هبقى ببقى كتبة او متعمدة لظهور اه اسمه وان كان الرجل ده اه منه واحد زي ايريك شمدت الرجل ده اه ده واحد من الياس الكبيرة اللي شغالة في جوجل وهو كان بيتكلم في ان معظم الحضرات اللي جاية هيبقى كل تعاملاتنا شغال بي ان في كل يوم الكلام ده هو قال في سنة عدوان تلاية ايانا فكلام ده هو من عشر من عشرين سنة فاتت هو قال الكلام ده يقولك ان في كل يوم كمية البيانات اللي هيتم تدولها هيبقى بلايك سا بايت وحجم البيانات هتبقى كبير جدا 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 طبعا هو فعلا الكلام بتاعه صدق احنا الدوقتي زي ما لسا كنت قلت قيلة حاركو احنا بتكلم في زيتا يعني ان البيانات بتاعتي دلوقتي احنا بنتكلم في عشر قصة واحد وعشرين. بدأوا من هنا ناس كتير قوي تقول طب تعالوا جماعة نحط تعريف للفز بيج داتا. ونقول هي البيج داتا دي معناها ايه? ويعني ايه ثورة البيج داتا? وازاي ان شركة زي شركة كانت بتعتمد زمان على هارد ديسك بس وشكله حجم الهارد ديسك نفسه حجمه ايه? وتخيله معايا بقى كمية البيانات الفضيعة لما تتحط عليها. اه بعيد تاني يا جماعة احنا ده المحاضرة دي البيانات اللي فيها دي على قد ما هي بيانات كبير كتيرة قوي وهي نفسها كبريجنتيشن حجمها كبير قوي ولكن الهدف الوحيد اللي هنطلع منه هو ايه اهمية البيج داتا فقط لا غير. مش اقدر. وايه المجالات الاساسية اللي دخل فيها البيج لكن مش آآ مش بداية لتفاصيل تكنيكا الخاصة بالبيج داتا. آآ احنا قدامنا حوالي دقيقة وشوية والزوم هيخلص. استاذ نحن لكم هندخل على نفس اللينك هو هو مرة تاني عشان نكمل لما هيقطع يعني. تمام يا دكتور معاها درتي. مهش امان. آآ عندنا كمان من ضمن الحاجات اللي ظهرت عندنا حاجة اسمها مور لو. القانون مور ده واحد آآ من الاهم القوانين اللي المعتمدين عليها في حاجة اسمها ويمكن ده حاجة برضو من الحاجات اللي هكلم حضراتكم عليها اللي هي فكرة وجود آآ نوع جديد من آآ موتاح خلال الفترات اللي فاتت اسمه آآ او اني يبقى عندي في بعض الاحيان مشكلات والمشكلات دي بيتطلب آآ كومبليكستي او آآ كابابلتي عالي قوي. فبيبقى فيه تكنيكس مختلفة في التعامل مع البيانات دي. وازاي ان انا ممكن اقسم البيانات بتاعتي على اكتر من جهاز. وكلهم يشتركوا مع بعض في انهما يحولول البيانات دي. لآآ شيء مهم ما قدر استفاد مني. ويمكن كان آآ اللي اللي بتاع مور ده او الرجل اسم مور ده كان واحد من اهم الناس اللي بدأت تفكر ازاي ان احنا ممكن نشتغل على في العموم. وازاي ان اممكن يحول آآ شرايح السيليكون اللي يبقى عندي حاجة اسمها وان انا اقدر اقدر اخزن البيانات على دي. وان انا اقدر استفاد كمان من البيانات دي. اللي انا عاوز اوصلوا لحضراتكم ان حتى الهاردوير نفسه هو كمان بقى بيودينا السكت ان انا بقى عندي كل الامكانيات مطلوبة وكل حاجة من ناحية الباور بتاعة السيرفرات والسرعة بتاعة اي حاجة كل ده هو كمان بقى بيشجع